نصب اليوم رئيس اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي علي عباس سيشي الأعضاء الجدد للجنة في كل من وزارة الإعلام ووزارة البسطة وتكنولوجيا للاتصالات الحديثة المناسبة شهدت حضور الوزيرين مادلين ألينجي ومحمد الله طاهر تقرير حبيب محمد أبرص وقراءة أحمد ياسين أبطرحمن جنة الوطنية للحوار الاجتماعي تشهد هذه المرة دخول أعضاء جدد من وزارة الإعلام ووزارة البريث والتكنولوجيا الحديثة يكون من مهامهم أعطاء المعلومات المتعلقة بالحوار بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين بشكل سلس لوسائل الإعلام تسهيل لمواصلة الحوار الاجتماعي المنعقد منذ عدد أشهر بعد الإجراءات التقشفية التي اتخذت الحكومة للخروج من الأزمة المالية وزيرة الإعلام الناطق الرسمية باسم الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مادلين ألينجي في كلمتها الترحبية دعت المحتفى بهم للعمل بكل جدية من أجل حوار شامل وفعال مؤكدة بأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الاجتماعي والوحدة والتقدم هو الحوار بين كافة الأطراف المعنية مضيفة بأن الحكومة ماضية في تعهداتها بهذا الشأن من جانبه رئيس اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي علي عباسيتي أعطى توجهات للأعضاء الجدد حول طبيعة عملهم في اللجنة متحدثا عن الواجبات الملقى على عاتقهم ونذكر بأن الأعضاء الجدد الذين تم تنصيبهم باللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي قد عينوا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ترجمة نانسي قنقر